كنافة الفنجن فكرة مبتكرة لتحضير الكنافة بالقشطة سهلة وممتعة وكمان طيبة كتير بالبداية رح نبدأ بتحضير القشطة اللي رح نحشي فيها هالنوع من الكنافة بتنجرة على النار حطيت كوبين من الحليب السائل البارد رح أضيف لها تلات معالق من السنيد الناعم السنيد هون أفضل من استخدام لطحين لأنه ما بترك طعم بقلب القشطة مالقتين كبار نشا مالقة كبيرة سكر وبكات قشطة أو علبة قشطة من أي نوع بتفضلوه كل هاي المكونات على البارد ورح أحركها كمان على البارد بعدين أضوي النار بضوي النار على العالي وببدأ بالتحريك المستمر لحد ما تجمد معي القشطة وتتكاتف بصند في النار بنقدر نضيف أي نوع من المنكهات أنتو بتحبوها ماء الورد الهيل أنا اكتفيت بدون نكهة وتركتها تبرد على جنب رح نبدأ بتحضير القطر بتنجرة على النار ضفت كوب سكر مقابل نص كوب مي بدون تحريك أبداً بس تبدأ تطلع الفقاقيع بضيف عصرة ليمون وبعير دايقتين بس وبطفي النار هلأ عندي هون أنا 250 جرام من فرق الكنافة أو بطلعوا كوبين فرق كنافة خشنة مجمدة أنا دوبتها وضفت لها نص كوب سمنة مدوبة تقدروا تضيفوا السمنة البلدية أو السمنة العادية معلقة كبيرة سكر إضافة السكر هون للكنافة رح يعمل عمل السبغة ويخليها تتحمر بلون حلو لازم أفرك الكنافة بإيدي وأتأكد إن السمنة غلغلت بقلبها برجع للقشطة بعد ما تكون بردت لازم أخفقها شوي بإيدي وأتركها كمان مرة تبرد استخدمت فنجان الأهوة العادي دهنته بإيدي شوي بالزيت رح أبدأ أبطنه بعجينة الكنافة بهاي الطريقة وأحاول أغطي كل جوانب الفنجان وأترك بالوسط فرع كل فنجان أخد معي مالقتين صغار من الإشطة بغطي بهذا الشكل بأتخلص من الحواف بمقص المطبخ المعد فقط للطعام لازم أضغط الكنافة بإيدي بعدين أقلبها وبحصل على هذا الشكل رح أعيد قدامكم تمان مرة بهاي الطريقة ببطنها وبحشيها بمعلقتين صغار بغطيها كتير منيح وبضغطها بإيدي منيح عشان تحافظ على الشكل ورح أكمل نفس الكمية حتى لو العجين اللي عنا مقطعة ومش طويلة نقدر كمان نفس الإشي ومنحصل برضو على نفس النتيجة ضروري هلأ نغطي حبات الكنافة ونحطها بالفريزر نص ساعة على الأقل عشان لما نخبزها تحافظ على شكلها وما تتغير بعد نص ساعة من التجميد رح أخبزها بفرن محمى مسبقا بالرف الأوسط على درجة حرارة 180 مدة 10 دقايق أو لما تتحمل من تحت رح أضوي التحمير من فوق وبسقيها بالقطر وهي صخنة صحتين وألف عافية